مشاهدين أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير ومازال بيشرفنا في الستوديو دكتور سامير غطاس عضو مجلس نواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للإدرسات الاستراتيجية توقفنا عند الانكفاء الداخلي ايه تاني مما بعد كورونا عايزة ارجع بس لنقطة صغيرة اللي هي برضو انت اشارت ليه انه نعملها دلوقتي ولا نعملها بعدين انت اتكلمت عن المواقف العشوائية وكذا حاجة مثال صغير بس بناء الدولة نفسها يجب ان هرجع تاني لتحويل المحنة الى فرصة تحويل الازمة الى فرصة كل العالم بيعمل كده هنرجع بسرعة هقول بسرعة جدا روسيا كان ايام الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية التانية مات منها عشرين مليون رجعت وقفت على رجليها وبقت روسيا او التحاد السوفيتي اللي كان بينافس الولايات المتحدة وقتها نتيجة الازمة الكبرى دي خسروا عشرين مليون فالستات والولاد الصغيرين هم اللي بنوا هذه البلد العظيمة اليابان بعد بيرل هاربر والقنبلة النووية وقف الامبراطور وقال لهم نحن هزمنا مش احنا بقى ديناكسة ولا لا احنا هنعديها مش عارف ايه هزمنا فاليابان البلد التي لا يوجد فيها اي روماتيريال اي مواد خام لا عندها نفط ولا عندها حديد ولا عندها منجنيز ولا عندها نحس ولا عندها اي حاجة قالت العشر سنين دول والانين هبقى الاول في السيارات اللي بعديهم هبقى الاول في الاكترونيات اللي بعديهم هبقى الاول وحققوها دون ان يكون لديهم اي روماتيريال كويس؟ فدي اليابان من الازمة من الهزيمة من البرل هاربر من هوروشيما ونجازاكي لدولة كانت بتنفس الولايات المتحدة عربياتها كانت بتنفس عربيات السوق لغد لما الامريكان سرخوا عارف حضرتك فيه استاذ في قولية هندسة كان بيدرس لنا حكى قصة جميلة قوي على اليابان بيقول انا لقيت كنت بادرس في اليابان مثلا في السبعينيات فلقى شاب قعد في منتزه وبيبكي فقالك ده تجربة عاطفية ازمة شخصية راح عارف قاله ايه قاله احنا هنوري العالم مين هي اليابان اه طبعا الى هذه الدرجة النقطة لحياتك كنت بتقول القومية دي موجودة عند كل شخص ازاي لازم الاول تقول انا ده وضعي الحالي اه بالزبط الامبراطور والطاراسو اللي هم لاخده زمنة قالوا نبني بقى اليابان الجديدة كويس الالمانيا اللي بناتحدث عنها القوى الاقتصادية الاولى في اوروبا وربما الخمسة على العالم دمرت بالكامل تقريبا بعد الحرب العالمية التانية وتقسمت نصين جمعات المانيتين ومع ذلك المانيا رجعت نهضت فحولت هذه المحنة الى فرصة فاحنا عندنا فرصة الان مش هنقول نعدي بقى ان شاء الله بس الناس تخفوا ونروح ونرجع تاني لكل حاجة كما كانت قبل كده اولا العالم كله مش هيسبنا نرجع لانه ما بعد الكورونا في العالم وفي مصر مختلف يعني اللي مش هياخد داله ويذاكر هيتدهس هيتدهس هقول ايه السيناريوين اللي موجودين لانه ده كمان نوقش على مستوى العالم كله بعد الانكفاء اللي احنا قلنا الدولة وبعدين القومية وبعدين قلنا الانكفاء الداخلي بعدين هنقول مركز قوى العالم رايح فيه مركز قوى العالم اغلب الاثناشر دول يعني عشرة من الاثناشر قالوا سينتقل مركز قوى العالم من الحضارة الامريكية الغربية الى الصين والكتل الصينية طيب ده كان باين هل المركز ده فندم مقصود بيه مركز قوى سياسي ولا اقتصادي ولا كله الصين عندها يعني عدة مقومات تجعلها قوى كانت منافسة الآن تؤهلها انها تقود اولا الامريكان استنزفوا وانكشفوا بالمناسبة دولة العظمة دي مش قادرة تواجه ازمة داخلية الصين خلاصتها بثلاث شهور طيب لو حد قال حضرتك ده بسبب مثلا عدم زكاء الحاكم او عدم اتخاذ اجراءات لا لا ده دولة مش حاكم ده مفيش حاجة اسمها حاكم فرد اصلي هو دولتي بيتهم الصينين هي اللي اخرت المعلومات لا لا مش صحيح الكلام ده كل دولة بتعالج نفسها هو ما دلكش وانت فين انت دولة عظمة مستني حد يقولك يغششك يعني يقولك الكتاب صفحت كذا مش صحيح الصين كانت بتنافس بقوة وعشان كده ترامب كان عامل حرب تجارية طبعا بيعلل ضرائب عليها الى اخرى الصين عندها المقاومات التالية واحد انها قوة اقتصادية هائلة في العالم بتنافس ربما الولايات المتحدة وقد تفقها في بعض الحاجات اتنين انها في التجارة الدولية عندها يعني هي الاولى في التجارة الدولية وبتعمل مشروع خطير جدا هنعكس علينا اسمه الحزام والطريق هو طريق الحريق بتكلم عنه شي جنبينج هنا في مصر هتكمله هتكمله بعد الازمة دي العالم سيحتاج الصين يبقى لازم لازم نبقى جزء منه بدلا ما يجي على دماغنا نمر تلاتة وهو الاهم طول عمر الولايات المتحدة بتقود مش بس لانها بتنتج سيارات وحديد وإلى آخرة لانها بتنتج تكنولوجيا متقدمة هي بتصدرها فالشريحة الصغيرة كده قد 8000 برميل بترول راحت الصين اللي في غفلة من الامريكان ما كانواش فاكرين انه يعني هتفضل برضو تابعة ليهم في التكنولوجيا لانه الولايات المتحدة متقدمة عن الاوروبيين حوالي 20 سنة بالتكنولوجيا عن روسيا باكتر من 30 سنة الصين راح اتعملت الجي فايف فالجي فايف يعني ازهل الامريكان والعالم واضطرت بعض الدور رغم الحملة الشرسة اللي عملها ترامب عشان ما يستوردهوش لكن بريطانيا مثلا اخدته بس قالت مش هدخله على الاماكن الحساسة والحيائية في الدول بس بس بسرعة كده ايه هو الجي فايف جي فايف هو الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات مش الموبايل احنا بنلخزه في انه الموبايل بس ده تكنولوجيا الاتصالات اللي في العالم وعلى هامش هذه الازمة قدمت الصين ورقة للعالم كله بتقولهم ان الانترنت في العالم تحتكروا اربع شركات امريكية خلاص بقا يا اخوانا كفاية احنا لازم نكون جزء من هذا السوق من حصة سودا احنا بالمناسبة لللي ما يعرفش الصين ما فيهاش انترنت اللي احنا بدأ طبعا عندها الانترنت بتاعها طبعا الداخلي كويس وتفوقت في التكنولوجيا وفيه الروبوتات فيه 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 الى اخره طيب طلعت الامر بعتت سواريخ للامر وزرعت في الجزء المظلم من القبر وعندها في التكنولوجيا الفضاء كمان امر صناعي اه طبعا يعني بعت السلوخ راح على الامر وزرع جزء من جزء المظلم من الامر وعندهم دراسات عندهم يعني مشاريع لغزو الفضاء اكتر واكتر واكتر وبعدين عندهم قوة اسكرية هائلة كبيرة صحيح طبعا هما قوة نووية من القوة الخاصة عندهم نسيب حتة للتصالات فنب يعني حياتك تقصد انه هيجي لحظة بانت قدامك منتج صيني بدل يوتيوب والانترنت وفيسبوك والحاجات الامريكية دي كلها ده جزء من التنافس اللي جاي جزء حرب شرسة وده اللي هقوله لما بقول انه عشرة من الاثناشر قال انتخال مركز القوة الى الصين من الولايات المتحدة الامريكية ده عنده مشكلتين مشكلة الاولانية انه في المرحلة دي لسه في المرحلة اللي جاية يعني في وضون الخمسة إلى عشر سنوات اللي جاية لن يتضح انه مين اللي هيقود او ان احنا هنكون في عالم كان احادي القطبية بعد سنة 1990 بعد انهيار التعالي السوفيت ايه بالضبط الامريكان بقوا هما القوى الوحيدة المسيطرة في العالم ممكن نرجع تاني قطبين مثلا مش قطبين النظرية الجديدة انه متعدد القطبية في اكتر من قطب فهل الازمة دي هتخلي على متعدد القطب ولا هترجعنا للسنائية القطبية او القطب الوحيد هنا هنشوف حرب شرسة للغاية بدأ ترامب واذا نجح هيكملها لان امريكا لن تتنازل بسهولة عن مكانتها في قيادة العالم فستخد حروب شرسة اقتصادية وربما غير اقتصادية حتى تحافظ على مكانتها كقائدة للعالم والصين بالتأكيد ستشهر كل ما لديها وما في جعبتها من وسائل واسلحة وسياسات ليه تحتل مكانة الى جانب الولايات المتعدة او تحل محلها في هذه المرحلة غياب قيادة العالم ده هرجع لنا اللي انعكاسات علينا وعلى الشرق الاوسط في غياب قيادة العالم في قوة هتستغل للفترة دي اللي فيه غياب قيادة العالم هتعمل ايه المشروع النووي الايراني ييجي في اللخبطة دي ويروح بكمل كويس الصواريخ الباليستية يروح مطور تفوق الاسرائيلي النووي هتسمع ده موجود من الاول لا انا قصدي بعد كده مش هيجد نفس الرعاية لو امريكا مش هي القطب الأكبر هنحكي عن اسرائيل دي بعد ايه كويس بس هقول الملاحظات الايران ممكن تعمل كده هنيجي البلد زي كوريا الشمالية مساء في وسط ام الازمة دي والناس عملوا تدور على مصل واللقاح والناس بتموت وكذا الراجل بيستعرض صواريخ جديدة بيرميها وحذر في احدى التصريحات انه عندي صواريخ وقبلة كهرومغناطيسية هتخلي في اللوري ده ما فيهاش من قدمين اه ففي غفلة وفي غياب وفي حالة هذه الحالة من التوتر في العالم اللي ما فيهاش قائد اه ممكن قوة صغيرة تفلت تنط تبقى من الاقطاب اللي جاية تفلت شايف واتطور اسلحة ومنظومات قد تكون خطيرة على العالم كله خصوصا يا فندم تأكيدا لكلام سيادتك ان احنا العالم كله بيحاول يروض هذه القوة الصغيرة ايران وكوريا الجنوبية دي مخاطرها دي احد مخاطرها المرحلة اللي هي مرحلة لزوجة وسيولة فكا كان الصراع ده سوف يستمر في المرحلة الجاية وسوف يكون شرسا للغاية فده للقطبين الكبار او عدة اقطاب روسيا ممكن تدخل في الموضوع وكان الاتحاد الاوروبي مرشحا بس هنرجع بقى الاتحاد الاوروبي كل السيناريوهات بتقول الاتحاد الاوروبي نتيجة هذه الازمة فتت مش بي بيتفك بيلم بريطانيا طلعت وبريطانيا سوف تكون جزء من التحالف مع الولايات المتحدة الامريكية اقرب للسياسة الامريكية التحالف مع امريكا وفي الاغلب المانيا فرنسا بتفك واسبانيا كمان بتفك واحنا شفنا سربيا طلع رئيس سربيا الاتحاد الاوروبي ايه هو ايه لازمته لنا وشفنا مناظر اللي نزلوا العالم الاتحاد الاوروبي ورفعوا عالم مرة رفعوا عالم الصين مرة رفعوا عالم روسيا ده جزء من القومية اللي حياتا كنت بتكلم عنها النزعة القومية دولة القومية وانه المشروع ده ثبت بالتجربة انه ملوش لازمة يعني ايه فايدته لنا كدول ازا احنا وقعنا في محنة وماش لناش بعض فايه لازمته طب في الحرب هنعمل ايه هنتكاتف الناتو هل هيتفكك الناتو ولا هيفضل زي ما هو روسيا من طول الوقت بتقول انا فكيت حلف ورسو فليه في حلف الناتو موجود فحلف الناتو هل هيتفكك هو كمان وياخد مصيره زي الاخرين ولا لا مين يا فندم معلش في جومة الاعتراضية كده عشان برضو المشاهد يبقى معانا ما بحبش اعتمد الافكار القيمة لو تعدي عليها وانا مش فهم حلف الناتو مين الاساسيين اللي فيه اللي ملتزمين بالدفاع عن مصالح بعض عشان نشوف الحكاية راحة فين بعد الولايات المتحدة طبعا وكل اوروبا وتركيا تركيا هي القوة الثانية في حلف الناتو قواعد الولايات المتحدة قواعد الناتو وقاعدة قواعد موجودة فيها حوالي 71 طيارة محملة برؤوس نووية موجودة هناك عشان روسيا عشان كده الصراع بيخلي اردوغان يلعب ما بين الامريكان وبين الروس طول الوقت يناور ده ويناور ده هو عارف ان الامريكان محتاجينه وهو عارف ان الروس عايزين يفكوا الناتو بيغزلوه الى اخر فعنده مساحة المناورة دي فده حلف الناتو اللي كان زمان بيواجه حلف وارسو حلف وارسو تفك حلف الناتو موجود حتى الان في سؤال كبير ايه ضرورته ايه ضرورته وجوده هل سيحمي فعلا الدول الغربية والولايات المتحدة اهوة تستخدمه لاستخدامات ولا ده معرض للتفكيك فعندنا زي ما قلنا يبقى كده حديثتك دخلت تركيا مع ايران عشكي انا اسألت سؤال ده دخلت تركيا مع كوريا الجنوبية في الدول الصغيرة اللي ممكن تبقى مرشحة وهي بتلعب كل القوى العظمة الشمالية حضرتك مش الجنوبية كوريا الشمالية طبعا سوريا اه كيم اي جونج طبعا الرجل طبعا بعد مفاوضات مع ترامب وكذا تعثرت المفاوضات لانه ترامب كان بيتعامل معه من فوق انه فوق الاول وبعدين نبقى نشوف وده مسنود على الصين باهره للصين بالمناسبة دي من الدول يعني عشان انخفف بس من واقع الحوار البلد الوحيدة اللي ما تعرفش اذا فيها كوريا الشمالية عشان ما عندهاش يقال انه اللي بيعيه بيقتل وبروحه عشان هو كمان مش متصل بالعالم بفكرة الو اي اتش او منظمة الصحة العالمية سلوكه السابق وما يشاع عنه نورام عمه للكلاب الى اخره بيرشحه اللي بيعيه من الكورونا لا نخلص منه ونخلص بالمر طيب ففيه التحالفات الدولية طيب واحد ايقولك احنا من نعمل التحالفات الدولية ده مهم جدا اللي بنقوله ده ليه عشان مصر تعرف هي هتكون فين من العالم ده الزبط لسه نرجع احنا طول الوقت انه تحالفنا استراتيجي مع الولايات المتحدة رغم انه فيش تحالف استراتيجي بالمناسبة يعني التحالف كلمة كبيرة يترتب عليها اتفاقات تعاقدية انت هتعمل ايه وانا هعمل ايه فيش تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل في علاقات استراتيجية لا ترقى الى مستوى التحالف تحالف المصطلحات الدولية يترتب عليها اتفاقات موقع والتزامات تجاه الطرفين لكن العلاقة الاستراتيجية دي مع تغيير مركز القوة في العالم هتفضل علاقاتنا مميزة بالولايات المتحدة التي قد تضطر الى وقف او اختصار معاونتها العسكرية والاقتصادية لنا طب هنا يا فندم اسأل حضرتك لما نوعنا مصادر سلاحنا ولما عملنا شرطان لما جيت جيب السخوية قالك الامريكان اذا جيبت السخوية هافرد عليك عقوبة اقتصادية ماشي يا فندم بس اكمل السؤال بس مزعلش مني لا 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 اقصد اقول ايه اقصد اقول لما احنا جينا نوعنا مصادر سلاحنا ولما نوعنا مصادر العلاقات او شكل العلاقات ما بيننا وما بين الصين والمانيا وفرنسا والتحاد السوفيتي ده مش خطوة وعلاقتنا مثلا باليونان وابروس عشان البترول جزء من الاتحاد الاوروبي يعني احنا مع جزء من الاتحاد الاوروبي عندنا علاقات معين ده يحطينا فين في الفترة اللي جاي يعني زي ما اقول لحضرتك اه انت دلوقتي عليك ان تختار تنويع مصادر الاسلحة اوكي بس فيه لمت فيه حد زي ما اردوغان اخد الاس 400 من روسيا كويس الامريكان قالوا له مش هنديك الاف 35 ومش هندربك ووقفوا تدريبهم حضرتك زي ما حياتك تفضلت لو امريكا نزلت من القطب الواحد المسيطر ده المتصلت مش هتستخدم الطريقة دي انت لازم تكون مستعد بالضبط طبعا انت عندك الحق لاحقا انك مثلا هو لما انت جيت تجيب السخوي 27 قال لك افرد عليك عقوبات اقتصادين وقفت اه ليه لان جزء من منظومتك العسكرية بيعتمد على 3 و 1 من 10 مليار دولار معونة عسكرية تاني احنا تاني بلد بعد اسرائيل المرة واحد بعدين احنا تاني بلد بس الفرق كبير من ايام كان بديفيد لا مش كبير قوي يعني اسرائيل بتاخد 3 و 5 مش مليارات لا مهم المليارات لا لا الفرق مش مليارات لا 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 مش بالمليارات في كل الاحوال لازم تعمل حسابك انه دول مش جايين او هيتقلصوا تمام كويس طيب فده انت لازم تشوف انت مع مين لان انت لازم تكون قريب من حاجة من محور انت ما ينفعش تقول لي انا مش داخل ولا محور عام بخليهم يلعبوا بعيد عني لا ينفعش ما ينفعش لازم تكون خياراتك انت رايح فين علاقاتك مع مين كويس وشك روجهتك رايحة تجاه مين علاقاتك مميزة اكتر مع مين ده ما يعنيش انك تعمل قطيعة مش زي زمان انك تكون مع الاتحاد السوفيتي فتبقى ضد الامريكية انت تكون مع الانجليز فتبقى ضد مش عارف مين لا لا يجوز اصلا ده موجود في العلاقات الدولية اصلا بس في وجهة انت رايح لها وجهة اساسية انت شايف ان دي اللي هتبقى الوجهة الاساسية في العالم فلازم تكون فيها فدي اهمية ده بالنسبة لي الصين عندها عندها مجموعة شنغهاي وعندها مجموعة تانية اسمها الاسيان دي فيها مجموعة دول كبيرة وصعدة كويس لما نتكلم تاني عن سراع الحضارات بتاع هنتينجتون هنلاقي ان كتلة الشرق كله بيقول لك ما بيقولوش الصين بيقولو كتلة الشرق كلها كتلة الشرق دي هتاخد فيها الصين هتاخد فيها كوريا الجنوبية هتاخد فيها اليابان هتاخد فيها الهند اللي ما نتكلمش عنها الهند القوة الخمسة اقتصادية في العالم الهند تاني بلد في الهاي تكنولوجي في البرمجيات طبعا هم ولايتين بينتجوا قد الأمريكا فإحنا لازم نشوف كمان الهند اللي طلع دي قبل من سيب الأمريكا معيش دكتور حضرتك قولي تاني لصالح مين وحتضطر ولا لأ يعني أمريكا يعني التصور ده أنا عارف طبعا أن المفكرين الكبار بيترحوا علامات استفاهم أكتر منهم ما بيقولوا إحنا لازم نعمل كذا لكن ده قد يكون لصالح مين وحتضطر له ولا لأ أمتى مثلا قريب بعد شوية طبعا الحالة الأمريكية بالذات يعني مستقبلها مرهون بالشهور القليلة القادمة بالزبط ليه؟ ترامب بنى سياسته كلها على أنه عمل تفوق اقتصادي عظيم داخل الولايات المتحدة هبط بالبطالة لأدنى حد أو أدنى نسبة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية صاعد بالاقتصاد لمستويات عالية جدا صحيح كل ده الضرب بقى فيه نسبة بطالة عالية جدا بقى فيه استنزاف في الموارد الداخلية بقى فيه بطالة بقى فيه تراجع في مستوى الإنتاج كل ده هيأثر على نوفمبر هو ليه عمال يسرع بيقولك لازم نعيد الاقتصاد تاني وعمل النظرية اللي رددوها بعد وبعد الاقتصادين المصريين أن كلفة العلاج أخطر من كلفة الننى أصرف عن الاقتصاد خليهم يموتوا وبالمناسبة مش لازم بس الكبار في أمريكا لأنه عايزة صحح بس بعض المفاهيم الرائجة الكبار في أمريكا 16% بينما في ألمانيا 27% في أسبانيا 26% الاهتم بديهم أكتر بس هو عنده أن الفلوس اللي بنصرفها على العلاج التريليونات دي مش مليارات بقى احنا بننكلم في التلاتة تريليون ولسه شغالة لو صرفناها على الاقتصاد الاقتصاد هيوقف على رجليه لكن لو ما صرفناهاش الاقتصاد هينهار فعدد ضحايا نتيجة الكساد والفقر وانهيار الاقتصاد هيبقى أكتر من عدد اللي بيموتوا من الكورونا عشان كده عندنا أكثر من رأسمالي مصر تلعه وقاله كده وطبعا ده مش صحيح ده هو عشان الانتخابات اللي جاية بس بسرعة يعني هو طبعا عشان مكانة أمريكا أولا مكانة أمريكا كلها وعشان الانتخابات الأمريكية اللي في نوفمبر القادم لازم يخدها وهو متفوقت حتى الآن شعبيته 55% لكن ده لا يعني أنه إدارته لهذه الأزمة ستكون محل سؤال في الساحة الأمريكية في كل الأحوال نجح أو حد تاني ما نجحش يعني هو حد تاني من الديموقراطيين فإرس هذه المرحلة سينعكسها السياسة الأمريكية فهو مواجه بأنه لازم ينكفئ داخليا هو أو غيره ويقل المعونات ويختصر الزمن عشان يرجع لما كان قبل الأزمة وينافس الصينيين متأثرين برضو نسبة النمو عندهم نزلت من حوالي 7% دلوقتي إلى 5% الاستهلاك الداخلي قل جدا وده بيعتمدوا عليه 17% من اقتصادهم على التجارة الخارجية نفس الحكاية وبالتالي الصين تأثرت لكن تأثرها مش بدرجة تأثر للولايات المتحدة فهي ممكن تعمل ممكن تعمل إعادة تنشيط للوضع الاقتصادي بسرعة الأمريكان هيقدروا يعملوا ده بس هياخدوا في قد إيه زمن ويكتلوا قد إيه وده هيكون على حساب علاقتها ببقية الدول كويس فده العلاقات الدولية مسألة مهمة جدا 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 لكل الدول اللي بتبص على مصر هتكون فين مش بس مصر كل دول اللي عالم بتشوف مكانها في التحالفات الدولية دي هتكون فين وعلاقاتها هتكون مع مين إلى آخره لأنه ده المستقبل اللي جاي النقطة اللي بعد كده هي مسألة العولمة العولمة على مرحلتين العولمة الأولى كانت عولمة يعني ثقافية وإعلامية وكده وكلنا بقينا مشتركين تقريبا في ثقافة واحدة المصري زي الأمريكاني زي الأوروبي زي الهندي زي أي حد بعدين اتنقلت لمرحلة العولمة الاقتصادية العولمة الاقتصادية دي أرصت علينا جدا طبعا في عشر شركات في العالم اللي هي المالتي ناشنال موازنتهم وأرباحهم تفوق أكتر من خمسين دولة في العالم بما فيها دول متقدمة طيب التوريد بيسمون في الاقتصاد التوريد ده هيتأثر العولمة الاقتصادية هتتأثر كويس فدي فرصة لنا إحنا الغذاء مثلا في مصر أنا طلع السيد وزير التموين وهو كان نائب سابق وصديق قال يعني عندنا احتياط استراتيجي يكفي أربع شهور دي إدارة أزمة بالطريقة التقليدية العقيمة القديمة اللي لازم توقف أنا في الأزمة دي لازم أطرح استراتيجية الاكتفاء الزاتي من الغذاء أنا هعمل الغذاء اللي هاكله مش هستورد 90% من الفول مش هستورد 90% من الزيت مش هستورد مش هستورد مش هستورد ده أكلي بقى فبدل ما أقول أنا عندي احتياط استراتيجي أربع شهور فشفتوا يا جماعة الحلة مطمئنة أنا عندي احتياط استراتيجي أربع شهور أنا ممكن ما لقيش حدي يباعلي بعد كده مش لازم كل ده صحيح؟ هنا الفرق هنا الفرق بين عقليتين عقلية بتقول أنا عندي احتياط استراتيجي ولما بعد شهرين كده هفكر أجيب شوية تاني فبعندي احتياط استراتيجي لست شهور وعقلية تانية جزرية راديكالية شايفة المستقبل عايزة تستفيد من المحنة دي تقلبها إلى فرصة تقول يلا يا مصريين احنا مش هايزين نستورد أكلنا عايزين نزرعه عايزين ننتجه عيب لما نكون احنا بنستورد الزيت عايزين نرجع نزرعه وننتجه يعني الامح والقطن والزيت والفول كل ده ففيه فرق بين عقليتين مع كل الاحترام لصديقنا الوزير التموين اللي بيقولك عندي احتياطي أربع شهور شكرا يا حبيبي بس أنا ما قاعد بقولك لا تترفع شعار تاني مختلف تقول أنا هعمل اكتفاق ذاتي لأنه المحنة دي ممكن تتكرر ممكن تيجي أكبر ونكون تيجي أسوأ أنا بدفع عملة صعبة عشان استورد هحوش العملة الصعبة اللي هتقل جدا عندي للمصادر اللي قلناها فأنا هوفرها أنتج غزائي وأصدر غزائي صحيح كويس فدي فرق بين عقليتين فرق بين استراتيجية إدارة الأزمة وإزاي أستفيد منها وحولها إلى فرصة وبين إنه خلينا نمشي نمشي اليومين دول لغاية لما نخلص طب بعد ما تخلص يا حبيبي العالم هيتغير هتعمل ليه في مواجهة العالم اللي هيتغير ده هتعمل ليه في مواجهة الأزمات الدولية الكبيرة اللي هتنعكس علينا أكتر ما هتنعكس على أي حد كل واحد هشوفت نفسه زي ما قلنا الانكفاء الزاتي فالعولمة اللي جاي عندك فرصة أغلب الدول هتبطل تندرج تحت العولمة الاقتصادية أنا أعتقد أنه العولمة الثقافية والإعلامية سوف تستمر مش هتتلغي الإنترنت ثقافة الشاب المصري هي نفسها ثقافة اللي في الخارج مع تفاوض طبعا لكن ما فيش فرق كبير لكن العولمة الاقتصادية لازم إحنا عندنا فرصة نتخلص منها ونبقاش تابعين لها تبقاش كتمة على نفسنا عندنا فرصة أن إحنا لازم نقارن نفسنا مش بالصومال عيب لما مصر تقارن نفسها يقولك شايفين الصومال شوفوا اللي في العراق شوفوا اللي في سوريا مصر لا تقارن بالأسوأ تقارن بالهند اللي كانت معنا كوريا الجنوبية سنة 63 كنا احنا متقدمين عليها عيب لما يكون فيه شركة في كوريا الجنوبية دولة ميزانية تقدم وزنة مصر عيب فأنا لازم أقارن نفسي اللي كان معاي على الأقل أنا لازم أحط استراتيجية بتقول أنا من الجريت 20 لما يكون فيه 20 عظماء في العالم لازم أنا أحط استراتيجية تحطني في الجريت 20 كويس؟ لازم أشوف التصنيع عندي غير الزراعة غير أن أكتفي ذاتيا لأنه الصناعة هي اللي بتخلق التقدم بس لازم أكل الأول عشان محدش يقرس علي يقول لي أنت عندك أربع شهور الشهر اللي جاي ما عندكش تاكل صحيح أو ممنوع تصنيع لاني مش حديك أكل بعدين عندنا فيه حاجة في الاقتصاد تخطينا بقى أنك تعمل مصنع كبير في حاجة اسمها اقتصاديات المعرفة اقتصاديات المعرفة دي أنك تعمل زي الهند مثلا الهند زي ما بقولك البرمجيات الأمريكان مش بس بيقودوا بالفلاز وبالعربيات وبالصواريخ لا بالتكنولوجيا اللي تمنها غالي جدا فلازم أنا أركز على اقتصاديات المعرفة جلنا إحنا عندنا عيب لما إسرائيل تبقى جنبنا خمسة من ستة مليون دلوقتي وشوية اليهود يعني سبعة مليون وشوية وتمانية مليون كل بالعرب اللي فيها عيب لما تكون الدولة التانية أو التالتة فلاي تكنولوج إحنا الولاد بتوعنا اللي بتعلم تكنولوجيا وتكنولوجيا التصالات وكده يمكن نص عدد دولة إسرائيل اللي باقي أولا نحط استراتيجية أقول في ده هتقدم أنا بس هقول جملة بين مزدوجين كده أنا قابلت أستاذ النانو تكنولوجي في فرنسا وهو رئيس النانو تكنولوجي في كل أوروبا كويس ورح أمل مشروع في فرنسا في السعودية أسف وجهنا على مصر ظهر القرية الزكية فقال لي أنا شخصيا قال لي دي مزهلة أنتوا ليه ما كملتوش في الاتجاه ده ده من أيام دكتور نظيف دكتور نظيف دكتور نظيف فكرة دي فكان لازم نعمل قرية زكية في طنطة قرية زكية في أسيوت وقرية زكية في مش عارف إيه عندي استراتيجية وأنا دلوقتي لازم أرسمها في الأزمة دي أقول إن أنا هفضل اقتصاد تابع هخلص الأزمة وهرجع تاني أنتج زي ما بنتج أو أصنع لي حتة من عربية مش خلص ده في العالم كويس ده مش هخليني ألحق الزكاء الصناعي الجديد مش خليني هيلحق اقتصاد المعرفة الجديد فلازم دلوقتي اللي بيحط استراتيجية زي ما بيحط استراتيجية لمكافحة الكورونا وتقليل عدد الضحايا وعلاج الناس يحط استراتيجية يقول فيها اقتصاد المعرفة مصر ستكون رقما في اقتصاد المعرفة مرجعش لطريقة التقليدية القديمة مش هتنفع مش هتخلينا زي معنا ويمكن نرجع لورا عشان كده أقول لك الكورونا لازم نستفيد من أزمة الكورونا دي وإحنا بنحل أزمة الكورونا مش بس نفكر نجيب أكسوجين ومش عارفه النهاردة مثلا عميد طنطا بيقول لك فخر لمصر ان احنا عملنا جهاز تنفسي مصر صنعت ايه انت عاتب انت ما اكتشفتش جهاز انت صنعته يمكن بقى أقل كلفة وكذا الى آخر بس انت ما عملتش اختراع ده يعني امر كويس انه مهم ان يبقى عندك يعني مصدر ده المأمول تقصت حاجة بس مش ده مش ده انت تقول لي عملت حاجة متعملتش في العالم او حاجة بتنافس اللي موجود في العالم فدي العولمة الاقتصادية وهي واحدة من الحاجات اللي اخدت مساحة جبيرة من تفكير المفكرين الكبار اللي احنا اشارنا اليها اللي عايز اقوله باختصار انه نحن امام عالم سيتغير بشدة على كل المستويات لن يعود العالم الذي نعرفه الان بعد من اول السنة جديدة تقريبا او حتى قبل ذلك ربما هو نفس العالم الذي نعرفه الان العالم سيكون مختلفا تماما عندنا فرصة الان مش ان احنا يعني ندور على بس لو ده مهم جدا الاخت اللي اتكلمت عن النيرسنج دي احد المسائل الاساسية اللي علجها الاثناشر مفاكر دول انه اعادة بناء وتحصين الجهاز الصحي مش الممرضات فقط او الممرضات منظومة كلها لانه دول جزء الجهاز الصحي في 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 ايطاليا وفي اسبانيا عادوا يسرخوا قالوا ودول من افضل الاجهزة الصحية في العالم قالوا هننهار هننهار لانه ما كانوش مستعدين وتأخروا في معالجته واستراتيجيتهم كانت مختلفة الالمان الفرق عندهم مستعدين جهازهم الصحي قوي وفي في السرائر في الاجهزة وفي كل ده موجود وعندهم اختيارات استراتيجية مختلفة قالك بدل ما خلي الكبار يموتوا لا انا اعالج الكبار واعمل أنا عملت النداء بتاع حاجة كده يعني بيان عاجل في الحاجات الأدوات البرلمانية طلبت فيها السيد الرئيس أولا يعالج الناس مجانا لأنه ما ينفعش تقول لي الكشف اروح اعمل الاختبار بألف جنيه والمستعجد بألف وستمية بألفين ونص اللي مسافرين في المستشفات بألفين وخمسمية ومعرفش ايه ده يخليني ما روحش اموتوا ما عنديش في المستفر ده أنا واربع ايال ولا أنا وعيل حتى في البيت ما عنديش فلازم اعمله مجانا وإلى جانب ده لازم جزء من المئة مليار اللي الرئيس قال عليها جزء منها اشتري بيه اجهزة تلاتين دقيقة تقريبا وفورا في حاجات فورا لسه قبل ما اجل حضرتك دلوقتي بقى فيه كشفين نوعين من الكشف اللي انت بتاخده ده اللي بيسموها المسحة دي يعني والدم ليه الدم ده مهم جدا وده عدد كبير من الدول اللي بقى بتعمله البلازمة انا بشوف دمك دلوقتي بشوف منه اذا انت مصاب او كنت مصاب فمش هتتعدي تاني ومش هتعدي حد فانزل اشتغل فانا هنزل للناس القوة العاملة تنزل ده ما انا كشفت عليك شفت وبتاع زي السكر كده زي كشف السكر نقطة دم صغيرة اصغر من نقطة كمان انا هشوفك انت اذا اتعاديت اذا انت خدت العدوى قبل كده فانت مش هتجيلك تاني فانزل انت لا هتعدي حد ولا انت هيحصل لك اي حاجة خلاص اذا انت عندك الاصابة هل حق علجك بسرعة فدي توفير للجهد والوقت ودفع بالقوة العاملة اللي هي انت ركينها بقى ما بتشتغلش وبتاخد بطالة حد سألني مثلا اول مبارح قال لي ازاي الدولة والحكومة بتقولوا عودوا في البيت وفي نفس الوقت بتقولك القطاع العقاري والمقاولات ينزلوا واشتغلوا بالفل كباستي بتطاقتهم القصوى ايه ده ما فيش تناقض بين الاتنين قلت له انا حقلها لك في اربعة مليون مصري بيشتغلوا في قطاع المقاولات ودول عمالة غير دائمة واحنا عتمدنا على انهم بيشتغلوا نقول انه البطالة قلت دول عمالة غير دائمة اه طبعا انا بخريج جامعة بس مالك مش لايش يعني شغل انا اشتغل بانا خلاص بعد اسبوعين مش هيشتغل اه طيب ازا انا ما شغلتش القطاع ده في اربعة مليون عطلين مش بس عطلين دول هيجي يقولك انا عايز ااكل اه قديني فلوس عشان اعيش والدولة ملزمة انها تلاقي له اخل فارجع يا حبيبي اشتغل بس بدل ما اقوله رجع اشتغل ويممكن تعدوا عضيك انا اجيب الاجهزة دي اه والاجهزة اصبحت متاحة ويمكن الحصول عليها الاسرائيليين اللي جنبنا دول اه النهاردة كس كشف جديد يعني عملوا جهاز عن ريحة تشم كده الريحة بيقولك انت مصاب ولا مش مصاب ايه ميزانية البحث العلمي قد ايه عندنا يا سيد زهاد كل ده عايز اعادة نظر احنا في التعليم عاملين 4% من موازنة مصر للتعليم ولا يأخذها وزير التربية والتعليم اللي هي 81 مليار جنيه مصري بياخدوا منها 40 مليار جنيه مصري سداد حصة وزارة التربية والتعليم في سداد ديون مصر جاب لنا مصيبة دينا له 11 مليون 11 مليار تاني واستلف حوالي 500 مليون جنيه من بر فزاد الديون و4% دي من اقل النسب في العالم عيد اما البحث العلمي والتعليم العالي 3% من الموازنة اللي هو احنا دلوقتي مواجهين انه هو اللي يحل لنا مشكلتنا في العالم لو شديك البحث العلمي انت ممكن تعمل اختراعات وتكنيكات جديدة تبيعها اعلى من محصول القطن بتاعك اقصاديات المعرفة بقى لحياتك هي دي اقصاديات المعرفة وافتكر يا دكتور احنا عندنا اولادنا بياخدوا مراكز متفاوقة في العالم كله في البحث العلم لما يطلع لانه هنا بيطلع اين اهله في الـ IT وبعدين ما بيشتغلش وبحثه بيتربى في الدرج رغم ان احنا في المجلس النواب في لجنة التعليم قبل سنتين ثلاثة اخدنا قرارات مع وزير التعليم الحالي ده اخدنا قرارات مهمة جدا ان الجامعة اذا فيه حد في الجامعة عن البحث تطبيقي ممكن ينتج يعني يا اما الجامعة تصرف عليه لغاية لما يبقى منتج او يتحول الى شركة يخش مع مصريين او حتى اجانب يخش باختراعه فده بيدي استقلال للجامعة عشان الجامعة تصرف على نفسه من الابحاث دي لانه البحث ده بياخد نسبة والجامعة بتاخد نسبة فالجامعات بتاخد فلوس دي فاتطور البحث العلمي اللي عندها بس ده لسه يعني في في جامعة زويل كمان فيها شوية شغل كويس بس انا مش عايز باستمرار احنا نقول ايه ده احنا عندنا وقت فلتة عمل مراية بتتكلم لا انا عايز العلم حاجة جماعية ايوة ترند كامل منحنة كامل فانا لازم الاول احط موازنة كبيرة تصرف على الابحاث والتعليم لانه اللي هيغير وهنيجي هنا للتعليم لانه ده كمان جزء من تغيير في العالم اكتشف العالم انه ممكن ناس كتيرة متروحش الشغل وناس كتيرة متروحش الجامعات بالنسبة لي ان احنا في مصر لو كل سنة زودنا مثلا الموازنة هنبني فصول جديدة احنا بتزيد اتنين ونص مليون كل شوي طب مصر هتتحول الى مدرسة طب هنعمل ايه الازمة دي فتحت لي باب وطاقة بتقول لي يمكن التعليم عن بعد بس مش ده مش التعليم ده اللي لا العيال بتتعلم ولا المدرس عارف يعلمهم بما ان التعليم عن بعد بقى متاح وممكن وهو عندنا تجربة هي خلاص اوكي السنة دي راحت زي السنتين اللي فاتوا تعال بقى نحط استراتيجية جديدة نقول فيها انه جزء من التعليمي هيبقى التعليم عن بعد فاهل المدرس واجيب الاجهزة واعلم الولاد ازاي وهو في بيته هيتعلم وانا هتبعه ازاي وهو حتى في بيته والجامعات ممكن تعمل فيها نفس الحكاية فتوفر كتير جدا وتخلي الولد يبقى هو نشيط يدخل يدور هو عشان يتعلم فلازم تغير المناهج لازم تغير الاستاذ لازم تتحلو المادة لا اخيري بس زي ما قلنا زي ما قلنا بدل ما تقولي انه عندي احتياطي استراتيجي اربع شهور قولي لا انا عندي اكتفاء ذاتي زي ما بتقولي انها عدي السنة دي وخلاص لما شوف لا تقولي استراتيجيتي في التعليم اللي جاي هعمله تعليم عن بعد نقصه واحدين تلاتة عشرة ما قلش هعمله وبعدين اجي السنة الجاية لا المعلم بيعرف يعلم عن بعد ولا فيه اجهزة ولا فيه اتصال ولا الواد مؤهل انه يعمل كده ولا فيه منهج اقدر انقله الولاد عن بعد احط الاستراتيجية دي واشوفها وقيس على ذلك كل حاجة كل حاجة في البلد عشان تحول وتواكب ما سيحدث في العالم من تطورات خطيرة بعد ازمة الكورونا التي ستنتهي حتما خلال في غضون سنة لازم هيلاقه لقاح لازم هيلاقه علاج العالم هينفد من كورونا بما خسره لكن الخسائر مش بس في الارواح رغم انها عزيز علينا واحد بس يموت كتير لكن الخسائر الاساسية اقتصادية تحالفات اجتماعية سياسية نفسية العلاقات الاجتماعية اللي في الداخل لازم نطلع من الازمة دي نشبك مع التطورات اللي هتحصل في العالم مش نرجع لما كنا عليه هتلاقي العالم في حتة تانية وانت في الحتة حاول ترجع لمكانك القديم صباح الخير طيب يبقى ليه سؤال فضل حاول اطوله على قد مقدر عشان حياتك تاخد نفسك هل نحن مؤهلون برضو دي علامة استفاهم كبير يعني حياتك كلمت من شوية عن فكرة انه فيه اجهزة جديدة وما بقتش صعبة ولا نادرة وبقت متاحة وجنبينا هل احنا نقدر نعمل مسح لأعداد كبيرة من المئة مليون من المخالطين من الأطقم الطبية من 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 هل احنا مؤهلون بمعنى انه مش كل التأهيل مادي زي ما حياتك قلت من شوية فيه تأهيل فكري فيه تأهيل رعاية ان انا اقارع على البحث العلمي وقارع على التعليم وقارع على العنشطة الاقتصادية والصناعية فنبتدي نبقى على اعتاب تنفيذ الاستراتيجية بتاعي طيب انا اقول لحضرتك برضو مبادئ المبدأ الاساسي هو الاولويات انت عندك كمية محدودة من المال ايا كانت هي 100 مليار ولا تريليون بس عندك اولويات هتصرفهم فين تصرف دي على ايه طيب انت عندك اوليات احد مبادئ الاستراتيجية اللي انا بتكلم عليها هي اللي هي استراتيجية الحملة دي انك تلاقي نقطة التوازن ما بين مكافحة هذا الوباء والحفاظ على ارواح الناس وتدفع الاقتصاد ما يموتش الاقتصاد يعني لا الناس تموت ولا الاقتصاد يموت لانه اذا الاقتصاد مات نتائجه ممكن تكون اسوأ من الكورونا او تضاعف اجيال كاملة بقى هتموت بسبب ضعف في الاستراتيجية دي لازم تلاقي نقطة التوازن نقطة التوازن دي مش نظري ده المادة لازم اقول كده حط على الورقة وانا بعمل الاستراتيجية بتاعتي اقول اتحقيق توازن نقطة توازن ما بين معالجة المرضى وقهر الكورونا والتوازن الاقتصادي الحفاظ على الاقتصاد وانا اعمل يعني كامباك مرة تانية اوكي هعملها ازاي جزء منها ده المسحة دي مش يعني انا مش بدلع المواطنين ده انا بتأكد اذا انت يا حبيبي كفاءتك عالية ومناعتك عالية انزل اشتغل الزبط هتروح على الاقتصاد الزبط اذا انت عينها هتروح هنا فانا ما بستناش انه يجي بكرة اعرف انه فيه الف في الحتة فلانية اتعادو فحط مواردي المحت جزء من مواردي احطها في الحتة دي وخاصة اذا عندي الاجهزة دي الاجهزة دي بتوفر لي جهد وقت لان اللي انا بعمله في سنة او في عدة شواء او في ايام حتى على الاقل بعمله فوقتها بقول لي يلا حبيبي بشكك كده بشكك مبروك عليك مع السلام انزل الشغل اتمن وفرح وانتج انزل الشغل فده بينقذلي الاقتصاد ها فبيحقق هذا التوازن فلازم انا بسرعة اجيب هذه الاجهزة المتوافرة ولازم مركزي البحثية تشتغل على الموضوع ده وعندنا هنا مازج عندنا الالبان موجودين عندنا الصينون موجودين عندنا الروس موجودين عندهم نفس التكنولوجيا اذا الامريكان مش هيدوها لك موجودة في روسيا موجودة في الصين والkung fue الموجودة في اسرائيل دي تكنولوجيا ايه دي مركز الارباحات بتاعتهم مش امريكية يعني لا 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 هما اسرائيل دي هي نتاج الغرب وعلى اتصال دائم بالغرب يعني فيه ناس بينبهروا بإسرائيل بس لأننا بعرفهم كويس جدا بقولك يا حبيبي هم متقدمين بس متقدمين ليه مثلا عملوا قفزة هائلة سنة التسعين لما جوا اليهود الروس فاليهود الروس دول عدد كبير منهم كانوا علماء في الرياضيات البحثة فطوروا لهم حاجات كثيرة جدا 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 كويس وهم على اتصال دائم بالغرب لأنهم وشوهم مش ناحيتنا هم وشوهم ناحية الغرب ويقولك إحنا جزء من الديمقراطية العالمية فإحنا جزء من العالم لو قردوا نفسهم بينا هيدهوروا بيخلصوا زي الحملات الصالبية كويس فدول عندهم في مثلا كم واحد في إسرائيل أخد نوبل مش في الأدب بقى في العلوم لازم نقول إن دولة صغيرة زي دي هيقولك الأمريكان بيساعدوهم بيساعدوهم الأمريكان بس هم بيشتغلوا هم بياخدوا في إيه يعني بحطوا فلوسهم في إيه الهندة هي ما بتاخدش من الأمريكا الهندة عاملة إيه لو تعرف حضرتك الهنود الذين يديرون أهم شركات في العالم هتلاقيهم كلهم هنود أو نسبة كبيرة منهم عشان مصطلحات البطيقية اللي هي الشركات اللي كونين بتكلم عنها اللي هي المالتي ناشنال اللي ميزانيتها أعلى من موازنات الدول ده رئيس جوجل رئيس مش عارف إيه رئيس الميزاني هتلاقيه هندي منين ده جي منين هرجع تاني لحضرتك فالأولويات الصرف لازم تكون على دي عشان تحقق مبدأ استراتيجي في استراتيجيتك اللي انت بتعملها هي الوصول إلى نقطة التوازن ما بين المرض مكافحة المرض والاقتصاد وحماية الاقتصاد وتطويره تمام فده مبدأ اتنين هاجي أقولك انك عشان تعمل ده لازم تعمل حاجتين لازم تعمل التعليم عندك حاجتين لازم تعملهم الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة اعادة الاعتبار الجهاز الصحي لما الأمريكان احتاجوا ترامب مش قفل البلد وقال مش عايز حد ييجي ومش كده أما عنده عجز في نيويورك وفي عدة ولايات أخرى قال اذا فيه أطباء عايزين ييجوا ييجوا كم مصر كم دكتور مصر يسجل 3000 ليه يسجله انه ميروحوا أمريكا لأنه ما يصحش انه الطبيب المصري طبعا الرئيس في الآخر قده لبطوع الامتياز 1200 جنيه بس قبل كده كان بياخد كام كانت 400 ولا كانت كام حاجات هقولك أنا يعني يعني عندي من الشجاعة ما يكفي ان انا أقول كان بدل العدوى 19 جنيه للدكتور فيه كلام في العالم كده زودوا الرئيس 75% فيه كلام كده أما تدي الفئات تانية في نفس الدولة دي 200% 2000 جنيه فيه فئات بتاخد 2000 جنيه بدل العدوى وهي ما لاش علاقة بالعدوى لو بتقتلت بمرضى ولا نيلة والدكتور بالمناسبة مات في إيطاليا 40 دكتور وعندنا هنا دكاترة يعني معرضين انهم يموتوا وتصابوا كويس فنعيب لما تدي له بدل العدوى 19 جنيه بعدين تقول لي ده عام ده رايح أمريكا طب ازاي ايه اشتغل بعد 6 سنين دراسة اشتغل في 1200 جنيه ما هي نفس الفكرة بتاعت البحث العلمي لما حياتك قلت انا مش عايز اخده لوحده ده فلتة لأن الفلتة ده بتاخده الشركات الأجنبية دي فعندي حاجة اسمها الجهاز الصحي في مصر ايه هو الجهاز الصحي في مصر احنا عملنا انجزات مهمة مثلا في مقامة فيروسي ايه وفي الكشف المبكر عن ايه وحملات المرأة والأمراض المزمنة خوائز جدا خوائز جدا شوف بقى الجهاز الصحي كله على بعض شوف لطباء شوف التمريض شوف مثلا من حاجات اللي لازم نتكلم عليها يعني من الضروري نتكلم عليها في هذه الأزمة والعالم كله بيدور على دواء يتعى الاستراتيجية اللي انت بتبني استراتيجية او يفترض ان اكتبني استراتيجية انا بقول لك اهو حط بند كده اسمه صناعة الدواء في مصر طبعا طبعا عيب لما انت بتستورد كل المادة الاساسية بتاعت كل الدواء اللي في مصر ويصنع بتجيب المادة الاساسية من برا ده غير الحاجات اللي بتتهرب اللي ماليها لأجزاخانات وحنا عمينا بسانا شواخدين بال طيب صناعة الادوية دي لازم نعرف انه في العالم وكل الناس سمعاني دلوقتي او يعني الاغلب الاخوة اللي بيسمعونا دلوقتي تاني تجارة في العالم هي تجارة الادوية بعد السلاح بص بتحققها لك اديفها ويزر دي بتكسب قد دول كبرى مولتي ناشونال انت عندك سوء الافريقية هي جنبك انت عندك الدواء بتاع الفيروس سي ما بتستفدش منه جيب الناس اللي كلها عندها فيروس سي عملوا سياحة ويتعالجوا ويروحوا صحيح لو عملت صناعة ادوية ومش لازم تعتمد على الامريكان بس الهند بدأت معانا في سنة 63 في صناعة المواد الاولية التي يصنع منها الدواء عشان كده روحها للهند والهند اقرب لنا وهتاخد منها انا مش عارف اشكر حياتك ازاي فاعمل صناعة ادوية جزء من استراتيجيتك بالازمة دي ما تستناش لما يعملوا دواء برا احنا طبعا بنكسب الوقت انه نقلل العدد ده لغاية لما يطلعوا لنا الدواء او اللقاح احنا بقى عمل ما تطلعوا لنا الدواء واللقاح لو عندك انت صناعة ادوية انت هتعمله وتبيعه وتصدره دي لوحدها ممكن تنقلك نقلة رهيبة بس مش صناعة الدواء ده صناعة الدواء بالضبط الاستراتيجية كلها بتاعت بشكرك جدا دكتور سمير نورتنا وقفدتنا وامتعتنا شكرا جزيلا والحوار كان مكسف ومحدد وممنهج بشكر حياتك على وجودك شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس عوض مجلس نواب ورئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية كل الشكر بشكركم مشاهدينا وارجو ان احنا ما نكونش يعني ارهقناكم او اطلنا عليكم وان شاء الله يعني نشتغل اكتر وننتج اكتر والرسائل والتوصيات اللي قالها الدكتور في الجزء الاخير من الحلقة للدولة وللمسئولين ولينا كمواطنين ولكل واحد في مكانه ان شاء الله تكون يعني دروس مستفادة وتنقلنا للافضل ان شاء الله اصباح على خير اصبحات ان شاء الله اشتركوا في القناة